السلام عليكم ورحمة الله إذن فيما لا يحتمل التأخير منظمة عالمية انترناشونال تساعدك في التطوع والحصول على عمل والإقامة الدائمة والدعم المتطوعين وكل شيء بالدليل عبر الموقع الرسمي للحكومة الفيدرالية هناك هذه المنظمات تكلمنا عن Go International وهذه المنظمة ضمن هذا الموقع وفي هذا التخصص وفي هذا المجال لدعم المتطوعين الدوليين والعالميين لحصول على فرصة والهجرة إلى كندا في هذا الفيديو يجب أن تتابع لأن الاستمارة صعبة التسجيل حيث أن الدول لا تقترح فيجب أن تتابع معي لتعرف الطريقة الصحيحة كيف قمت بإنشاء هذه الاستمارة هناك خمسة طرق تذهب بها إلى آخر التسجيل أنا سأشرح معكم وإذا لم تفهم شيء أو أي مشكل معك في الموقع أترك لي تعليق وسنقوم بفيديو تاني عن الموقع لا مانعة في ذلك أهم شيء راحتكم أنت وأن تحصل على فرصتك في الهجرة إلى كندا منظمة عالمية غير أبحية مجانا مجانا ليس هناك أموال تدفعها انتبه جيدا فهناك الموقع الرسمي لحكومة كندا تطرح منظمات تساعد الشباب في الحصول على فرصة فرصة التطوع من نوع آخر نتكلم عنها اليوم فشاهد معي هذا الفيديو إذا نبدأ بملء الاستمارة انتبه جيدا واستمع إلي قبل أن نبدأ الشرح من الأول وكيف وصلت إلى هذه الاستمارة أريد أن أريكم كيف أتجيل كمرشح أول شيء اسم الأول الاسم الأخير هذه كل عليها نجمة زرقاء يجب أن تملأها بريد الإلكتروني باسمك ونسبك وكلمة السر إذا سوف أملأ معكم أنا من الأول هكذا لكي يكون كل شيء واضح هذا أي اسم ثم الاسم الأخير ثم البريد السر تكون هكذا بحرف أو حرفين كبيرين ثم حرفين صغيرين ثم بعض الأرخام فكذا يجب أن تكون تمنخانات على الأقل سوف يحددون معك رقم الهاتف عند وصولك إلى البلد والإقليم تابع معي لأنك إن لم تشاهد هذا الشرح فلن تنفع معك طريقة التسجيل البلد والإقليم إذا ضغطت لن يعطيك الدولة وإذا وضعت بكتب المحلي لن يعطيك شيء لجنة محلية لن يعطيك شيء أنا سوف أريك ماذا سوف تفعل لأن هناك تسهيل في التأشير قبل الوصول وبعد الوصول ودعم المتطوعين وتطويركم وهناك بعض الشركات سوف أريكم هذه الشركة العالمية وهناك منظمة اليونيسكو معترف بها وعضو مسجل في هذه المنظمة عبر التجربة الكندية النفقات العامة والوقت الإداري وسوف تحول التطوع إلى تصريح عمل ثم تشارك وتتطوع معهم دائما وتحصل على الإقامة الدائمة إذا نضع رقم الهاتف هو الذي يحدد لنا كل شيء رقم الهاتف إذا نعلا تشتاكل مثلا 00212 المغرب ثم نضع رقم هاتف هكذا ثم تنزل تحت استمع جيدا هنا من أين سمعت عننا لأول مرة أي شيء نختار تويتر على سبيل المثال لكن انتبه معي إلى البلد والإقليم والمكتب المحلي انتبه واستمع جيدا نضغط على البدء يعطيك هذه الصفحة تضع الإسم والإسم الأخير والبريل الإلكتروني وكلمة السر ثم هنا تجد البلد والإقليم تبدأ في الاستمارة بشكل مباشر انتبه جيدا هنا البلد والإقليم لأن رقم الهاتف وضعنا 2012 لو وضغطنا هنا نضع أي دولة الجزائر تونس المغرب العراق اليمن التوركيا أي دولة عربية هنا السعودية الإمارات قطر أي دولة أنت مقيم فيها حاليا هنا توركيا هنا جميع الدول العربية اليمن هنا اليمن موجودة هنا الصحراء الغربية كل الدول العربية تقريبا موجودة تضع رقم الهاتف الموجود فيها أهم شيء الاستمارة لأن الموقع سهل شرحه هنا تضع أين تدرس تختار تختار أين تدرس هنا في الدر البيضاء في الرباط أقادير مراكش فاس الرباط ستات طانجة تطوان سيف القنيط كوليج أنت تضع دراستك نضع الدر البيضاء على سبيل المثال ثم هنا الإحالة تضع فيها يعني المكان الذي عثرت فيه على الموقع نضع تويتر على سبيل المثال ثم تضغط على البدء إذن بعد ملء البيانات ووضع رقم الهاتف والإسم والنسب وكل شيء يعطيك هنا على سبيل المثال الكاباتش أو ما يقول لها أنك لست روبوت ثم تحدد الدرج هنا درج تحدد هكذا أنا أريد أن أشرح بكل سهولة لكي نكون على اتفاق ثم تضغط على البدء بعد ذلك يريدون منك بعض المعلومات هنا وسجلت اسم مستعار وأنني موجود في الضار البيضاء ولكن يريد هنا معلومات تانية أوكي لاتس جو نضغط عليها بالأزرق هنا بروغرام أو الوقت الذي تكون فيه نختار تاريخ الوقت الذي نكون فيه جاهزين للتطوع وإذا لم تعمل معك تضع سكيب فهنا سوف تجد واحد من خمسة موجودين واحد من خمسة صفحات تسجل فيها المعلومات وأنا لا أريد أن أطير فهذا سهل إذن سوف أقوم بسكايب هنا يسكيب هنا نجد الموقع للمنظمة العالمية أنترنسيونال من خلال تجربة متعددة ثقافات في الخارج من أجل قضية وهنا لك اليونيسكو معترف بها وعضو مجلس إدارة في هذا الموقع هنا أنواع منها التطوع في أوروبا وفي التدريب والتمويل والتسويق والهندسة وهنا لك عدة فرص هذا لا يومنا أنا أريدك أن تزل معي إلى أسفل الصفحة لكي نعرف أين حصلنا على الاستمارة هنا بعض التعليقات لبعض الإخوة الذين تم التطوع معهم عبر هذه المنظمة ثم ننزل إلى أسفل الصفحة هنا بعض الشركات لصناعة إثير المتطوع العالميين كل شيء بالدليل وهذا الموقع موجود في وزارة الهجرة ودائرة الهجرة واللاجئين في الموقع الرسمي للحكومة الكندية انتبه جيدا فأنا لم أحضر الموقع وأنه غير رسمي فالموقع الرسمي مئة في المئة هنا منظمة غير هادفة للربح ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي انتبه جيدا وعضوا في اليونسكو للأمم المتحدة ومعترف بها من قبل اليونسكو في روتردام انتبه جيدا وشاهد هذا كله سوف نجد هنا المنظمات تضغط على هذا الزائد ثم تعرف بعض المنظمات نجد التطوع العالمي في المنظمات تضغط على السهم الموجود بين الجانب الأيمن تضغط على التطوع العالمي لكي يحولك الى الاستمارة التي شرحناها في اول الفيديو كبداية قبل الشروع في الاستمارة تبحث عن متطوعين لمشروعك يكلمون عن رباب العمل منظمات بين الشباب الدوليين من جميع انحاء العالم Global Voluntary هنا يجمع منتج للعمل والتأثير الاجتماعي ثم تجد هنا منظور عالمي وحصل على متطوعين عالميين بسهولة خلق تأثير ايجابي هنا تبدأ بأربع خطوات هناك خمس خطوات في الاستمارة هنا أنشر فرصة بالنسبة لأرباب العمل والتأشيرات والخدمات اللوجيستيكية هنا تسهيل عملية التأشيرة وعادة المتدرب لتجربة بين الثقافات وقائمة مختصرة ودعم للمتطوعين والتطوير شبكتنا في جميع أنحاء العالم هذا ما يمنوى أنهم متخصصون في جميع الدول إفريقيا، آسيا جميع الدول يمكنهم التطوع والمشاركة في هذه المنظمة وهي معترف بها من قبل اليونسكو ومعترف بها وموجودة في الموقع الرسمي لوزارة الهجرة ودائرة الهجرة واللاجئين أترك لك الموقع في صندوق الوصف وأنت سوف تقوم بمشاهدة جميع الأمور المتعلقة بهم وكيف تتواصل معهم؟ أنا أريدك هنا نضم إلى شبكتنا ويمكننا مساعدتك في العطور على المتطوعين لديك وهنا بعض الشركات موجودة هنا الشركاء الذين يصنعون تأثيراً مع المتطوعين العالميين هل تبحث عن موهبة في مجالات أخرى؟ هذه كلها شبكات أنت تتواصل معها وترسلها أمامك أخي الكريم أختي الكريمة إذن سوف نضغط على البدء في أي مكان تجد البدء هنا وتجد البدء في أسفل الصفحة أو في الواسط نضغط على البدء هنا ثم يحولك إلى الاستمارة سوف تسجل على أنك هنا فجوجل لن يقوم بترجمة الموقع للعربية فأنت سوف تكمل باللغة الإنجليزية أنا سأريك الآن الاستمارة بشكل سريع ضمن الموقع الرسمي للحكومة الفيدرالية تجد هنا المنظمات التي نتكلم عنها منظمات آيزيك تضغط عليها ثم يحولك إلى الموقع الرسمي أنا سوف أترك لك موقع المنظمة مباشرة تجد هنا ما شرحناه في الأول أنا سأذهب معك خطوة بخطوة بشكل سهل لكي يفهمني الجميع باللغة الإنجليزية لأن الموقع لا يتم ترجمةه باللغة العربية انتبه جيداً تسجيل باللغة الإنجليزية وليس بالعربية ثم هنا تجد المنظمات التي تريد التطوع تضغط على أي شعار من هذه الشعارات هناك أبل وهنا أي شعار تضغط عليه يمكنك التعرف على هذه الشركاء إذن هنا آيزيك سوف تذهب إلى التطوع والمنظمات الخانة الثالثة ثم تذهب إلى جلوبال فولونتير تضغط عليها ثم تجد الصفحة على هذا الشكل تنزل إلى الأسفل هنا بعض الخطوات فتضغط على جيت ستار أكذا ثم تجد الاستمارة التي شرحنا في أول الفيديو هنا التسجيل يكون لأرباب العمل وأصحاب الشركات فهنا سوف تجد مرشح تضغط عليها باللون الأزرق لكي تسجل كمرشح أنت به جيد ثم الفرست نايم لاست نايم باسورد تضع رقم الهاتف تعبئ هذه الخانات كلها ولكن الدولة كما شرحت لن تعطيك الدولة إلا قبل أن تضع رقم الهاتف ثم جيت ستار تحت تضغط عليها ويعطيك الاستمارة وإذا أردتم فيديو تاني نكمل فيه شرح المزيد إذا لم يكن هناك فهم بالنسبة للخمسة خطوات الموجودة في الاستمارة للتقديم فأنا لا أريد أن أطيل ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس ليصلك كل جديد وشكرا لكم على المشاهدة من قناة سويت هارت للهجرة شكرا لكم